قال محافظ شمال سينا محمد عبد الفضيل شوشا إن الهلال الأحمر المصري يقوم باستقبال المساعدات وبنقلها وتخزينها في مخازن في مدينة العريش وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وأكد شوشا استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية المقدمة من عدة دول ومنظمات دولية لصالح قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي بشمال سينا هذا وقد وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة